بسم الله دلوقتي ممكن واحدة يقرأ كتابه وبعدما يخلصه ويفجأة انه نسي المعلومات فعشوكي اخترح حاجة اسمها الخلطة الزهنية هي عبارة عن زي الخلية بتاعت الانسان بتتفرع وكل فرع فيه ممكن تتفرع تاني ثاني بتكتب اسم الكتاب او اسم الحاجة اللي انت عايز تتذكرها وبعدها بتكتب النقطة الفرعية الموجودة منها فده بيساعدك على تنظيم الافكور يعني في ورقة واحدة بتلخص الكتاب كله بحيث او ما نشوف الصورة دي تفتكر كل النقطة اللي موجودة في الكتاب او في الحاجة اللي انت بذكرها فبساعدك على تذكر المعلومات بتكتب مثلا الابداع مثلا هنا مثلا احنا محتاجين نقول هو ينقسم لكاسة تطبيقات بتاعته ممكن تكتب مثلا الافكار اللي موجودة في الكتاب ممكن مثلا تبقى تقول انا عندي مثلا المايند ماب بيتحسن كزا وكزا وكزا ويتحل كزا ويتتعمل بالترار فرينية هتلاقي مثلا انت لو كتبت مايند ماب مثلا بيمي بي دارة المشروعات هتلاقي نتكتر عامل خرايط بشكل جميل جدا بي دكو ينقسم لكزا حاجة وكل واحدة من دول اللي موجودة في الجنب دي بي دا ادعي تدعي تفرعات تمام وهكذا يعني كل العلوم يعني مثلا حتي في القرآن مثلا ممكن ان يقول مايند ماب او خرايطة ذهنية ستجد صور القرآن فأنت ممكن تفتكر الصورة والحكس التي حصلت فيها فأنت تكتب كل صورة ايه الاهم النقطة الموجودة فيها مثلا سورة الغرشية ايه الاهم النقطة الموجودة فيها فحيس ان انت تقدر تفتكرها على طول بشكل دوت سورة القصص ايه اهم النقطة الموجودة فيها ايه علم العلوم دلوقتي تلاقي ناس عمله خارطة ذهنية حاول انت تعمل خارطة ذهنية تحتك انت يعني كل حاجة تذكرها كل كتاب تعمل خارطة ذهنية تلخص اهم النقطة الموجودة في الكتاب بحيس ان انت متنساش في طرقتين ممكن تعملها مانوال على البرا وقلم وحاول بس يبقى فيه الوان بحيس ان الوان تثبت اكتر في العقل او ممكن تعملها على كمبيوتر فيه برامج كتيرة سوفتوير كتير عندما انت كتبت ماندي ماب سوفتوير هتلاقي برامج كتيرة جدا اغلبها open source وفي حاجة كتيرة منها online يعني فيه برامج كتيرة منها online اهي بتبقى سهلة جدا ان ان شاء الله هتلاقي على قناة بمقاربية شرح الابطر من برنامج بيعمل موضوع الماندي ماب ده بسرعة جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة